ديها بقى ايش ضمننا ربنا يغفر ليه اللي ضمنك بقى هو فلسفة الوعد في القرآن الكريم فلسفة الوعد في القرآن الكريم هل الوعد له احترامه في القرآن انت بتشوف في القرآن الكريم ربنا لما يريد يندح نبي من الانبياء يقول عنه ايه انه كان صادق الوعد بص بيكلم عن سيدنا ادريس انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا شو بيكلم زي عن سيدنا سيدنا اسماعيل بيكلم عن أنبياء بالطريقة دي فبيمدح صدق الوعد يلتزامه بالوعد قبل ما يمدح كونه رسول ونبي كان صادق الوعد وكان رسول النبي ولما ربنا بيريد انه يمدح نفسه انه كان وعده مأتية يعني بينفذ وعده والمؤمنين حيقولوا ايه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده والله لا يخلف الميعاد يقول لك وعد الله الذين امنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم والنذر تضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون ان لا يشركون بي شيء يبقى الوعد الالهي اذا كان الوعد بيمدح من صفات الرجال على ان الرجل لا يترجع في وعده امال بقى لو كان الوعد هو الله ولله المسأل الاعلى الذي يعدك ربنا بيوعد واذا كان ربنا بيوعد يبقى عليك تقول سمعنا واطعنا ده خلاص ده وعد الهي وطالما وعد الهي لا مجال للتراجع فيه ولا مجال لتغييره لذلك العرب والتاني موعود يبقى يبقى اذا هو الوعد بيكون طرف واحد عشان كده قال ايه والسماء ذات البروج واليوم الموعود يبقى فيه وعد واحد بس يبقى ده مش طرفين بيعملوه لا ده واحد بس اللي بيوعد لو الاتنين اتفقوا مع بعض يا سيدنا بيبقى اسموا عهد اتنين بيعهدوا بعض على امر معهد عشان كده بيسموها المعاهدات السرايا والاحلاف والمعاهدات والمواثيق طيب لو اتكتب العهد ده وتوسق اعلى درجات التوسيق بيبقى تحول الى عقد عين قاف دال العهد ده يعني لو حلف علي بالله اسمه عقد لو كتبوا في وثقة رسمية اسمه عقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عرفنا فرق بين الوعد والعهد والعقد الوعد بيكون من طرف واحد خد بالك الطرف بقى الواحد ده لو كان من اهل الثقة يبقى الوعد مقات لا محالة علشان كده ربنا بيمدح المؤمنين انهم بيوفوا بوعودهم ويمدح نفسه انه بيفي بوعوده سبحانه وتعالى الوعود بتاعت ربنا كثيرة جدا اكتر من 130 وعد على الاقل لكن اهم حاجة العلماء قالوا اهم وعود ربانية وكلها مهمة طبعا يعني تختص بالعبد اربع وعود اربع وعود ربنا وعد ربنا وعد اللي بيدعي وعد اللي بيذكر وعد اللي بيشكر وعد سبحانه وتعالى دي وعود الهية وعد اللي بيستغفر وعد بايه اللي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى قال قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ده وعد الهي من الله سبحانه وتعالى طبعا إذا كان الوعد بتاعه منطبخ على شروطه يعني أنت لو دعيت ربنا باسمه ومعصية ما تقولش أنت يعني واحد طلب من ربنا معصية لو افترضنا واحد بيطلب من ربنا معصية هل من المنطق أني قولك لا ده ربنا وعد يبقى لازم يحقق أهله لا طبعا يبقى دعوني أستجب لكم بالشروط الله انشاغلوا بالدعاء شكرا